نصلى النقطة بيقول لك أنت ما قلنا عظميش النواب قال بأي جبهة قلنا لعظميش النواب قال استعدتهم العمليات في دائرة نفسها هذا ما وصل إليه حال أعضاء مجلس النواب اليمني وهو السلطة التشريعية للدولة في العاصمة صنعاء المحتلة من قبل ميليشيا الحوثي أطرح سلاحك خبرتك أين البطاعة أفرادك قل ما يأخذ عظميش النواب واحتراما للنظام والقانون أكثر من ساعة احتراما للنظام والقانون وهو يدرك أنه لا نظام إلا نظام الميليشيا ولا قانون إلا قانون الغلبة هذا طبيعي جدا أن تكون نتيك كذا طبيعي جدا أن تستبح أملاكهم وتستبح منازلهم وتستبح كذا لأنه لا يقدر أصلا توعية قانونية ما فيش بيدرس الملازم ملازم مناقض للدستور والقانون أن يتم تدريس الملازم في أجهزة الدولة ويقترد أن يكون هناك توعية قانونية لأفراد القوات السلحة والأمن نقدر فلنظام اللحظة أعترض على الكلام الذي يدي الأخ مدسيب حاجت في كلمة الملازم هذه أشياء أخرى ولا ترس بالمعنى الذي يقول عليه وعليه أن يصحب كلامه معاناة من تبقى من أعضاء ميليش النواب في صنعاء تتجاوز صلف تعامل ميليشيا الحوثي في النقاط والطرق فما إن ذكرت ملازم السيد حتى انبرت لغة التهديد تخرس أصوات القاعة تحت قبة البرلمان لكن هذا ليس كل شيء فقد بلغت الإهانات مبلغها وكثير من البرلمانيين قدر له أن يبتلع تلك الإهانات حفاظا على رأسه هل هذا الوضع ممنهج ويريدون إدلال السلطة التشريعية بهذا الإسلوب؟ لا حصانة لهم أمام سلطة المشرف ولا صوت يعلو فوق صوت المشرف ولا قوة تغلب قوة ميليشيا السيد هذه صنعاء إذن بعد أن استحوذت ميليشيا الحوثي على القرار وإدارة الدولة بات المشرف يستمد قوته من قوة البطش لا قوة القانون فميليشيا الحوثي جماعة لا تعترف بأحد من خارجها أو سلطة تعارض أهدافها هذا حال أعضاء مجلس النواب في صنعاء المجلس الذي شرع للميليشيا جرائمها بحق اليمنيين بات مسلوب القرار وأصبح أعضاؤه يتلقون الإهانات تلو الأخرى لكن ما هو أخطر من ذلك بحسب مراقبين هو انهيار فكرة الدولة وقوانينها الناظمة أمام التجريف الممنهج لمؤسسات الدولة لصالح سلطة الميليشيا بعد أن تمكن من بناء سلطته وبات ما يبدو عليه الوضع في صنعاء يمثل شكل دولة الحوثي الأخيرة يتساءل اليمنيون عن كيفية التعامل مع سلطة ميليشيا الحوثي في حال التوصل إلى تسويات سياسية أو أي سلام محتمل